سلام عليكم اليوم تشوفون مناظر جميلة جدا ونسافر احنا وياكم من خلال هذا الفيديو من خلال هالمناظر الجميلة اللي تشوفونها الى العاصمة البريطانية لندن و الى اهم و اجمل مراكز التسوق في بريطانيا وتم تصوير هذا الفيديو بواسطة اخت عزيزة مقيمة في العاصمة البريطانية لندن وسبق ونوهت في احد الفيديوهات السابقة عن انه الاخت هذه عندها قناة على اليوتيوب وصراحة الاخت عندها محتوى جميل جدا على اليوتيوب ومهم بالنسبة للاخوات النساء وخصوصا المقيمات في الدول الاوروبية او الدول الاجنبية وكذلك المقيمات في الدول العربية يقدر ان يشوفانها المحتوى الجميل ورح اترك لكم رابط القناة في التعليق المثبت لكن بالمقابل لا تنسون انكم تندمجون مع هالمناظر الجميلة هذه وتنسون محتوى القصة في النهاية في نهاية الفيديو ودي اشوف تعليقاتكم على احداث هالقصة المأساوية اللي رح تسمعونها وكذلك لا تنسونا من لايكاتكم الجميلة واللي اول مرة يسمعنا الاشتراك في القناة قصتنا الليلة احصلت في المغرب وتحية لأهل المغرب وليهون السامعين جميع عام 1985 وتحديدا في مدينة الرباط المغربية احصلت قصة مأساوية جدا لكن قبل لا نجي لعام 1985 نرجع بالزمن الوراء سنوات عديدة القصة لرجل ينقر له علي علي هذا كان متطوع في الجيش الفرنسي او مثل ما يقولون محارب قديم من المحاربين القدماء اللي كانوا منظمين ومتطوعين في الجيش الفرنسي تعرفون الفترات السابقة اللي مرت على معظم او كل الدول العربية من الاحتلالات اللي مرت عليها فكان بعض الاشخاص يتطوعون في الجيش او الجيوش اللي كانت تحتل هذا البلد ومو بالضرورة يخدمون بالبلد نفسه ممكن يطلعون الى بلدان ثانية وفرنسا مثل ما تعرفون فيها ذاك الوقت كان لها سيطرة واسعة جدا على مساحات كبيرة من العالم فهذا علي تطوع في الجيش الفرنسي وبدأ يتنقل بين هالاقطار وهالبلدان او من بلد الى بلد ومن مدينة الى مدينة الى ان حطت فيه الرحال في الفترة الاخيرة والسنوات الاخيرة من حياته في فرنسا او قعد له فترة من الزمن لكن كل هالسنوات هذي اللي مرت على علي بسبب انه يتنقل بين هالبلدان وحروب وقايمة الدنيا وما هي قاعدة فخلال السنين اللي مرت هذي علي ما تزوج الى ان وصل فيه العمر الى بداية الستينيات من عمره ستين واحد وستين سنة هذاك اليوم حصل على التقاعد وبعد ما تقاعد وصار عنده راتب تقاعدي يا الله علي في يومه من الايام يعني انا بعد ما قضيت هالعمر كله بينه حروب وكر وفر وجروح واصابات وغربة وبعد عن الاهل وبعد عن الوطن لذلك قرر في يوم من الايام علي انه يرجع الى وطنه ومسقط رأسه الى المغرب وتحديدا الى مدينة الرباط بعد ما جهز اموره وصار عنده راتب تقاعدي وعنده مبلغ من المال لا يستهان فيه قالك خليني ارجع على هالبلد او اشتري لي قطعة ارض اتزوج لي بنت حلال هذا اذا حدا رضي فيني او على الاقل اندفن في البلاد اللي خلقت فيها وهذا الكلام طبعا نهاية الستينيات بداية السبعينيات وفعلا حزم امتعت وهذاك اليوم ووين اتشاء المغرب ويوصل على الرباط هذاك اليوم علي كان عنده اخوان اثنين والاخوان الاثنين كل واحد مخلف ولد واحوالهم المادية نقدر نقول انها جماعة مستورين وعايشين اول باول يعني احوالهم المادية تعبانا اول ما وصل علي على الرباط اتعرفون واحد صار له سنين غايب عن هالبلد اللي يهنيه بالسلامة ويا اهلا وسهلا واللي باركله برجوعه على بلده المغرب لكن الجماعة لما شافوا علي علي الشيء طايح براسه وتعب السنين مبين عليه ولاحظوا انه علي راجع براسه لا معاه زوجة لا معاه ابناء لا بنات هاي علي شنو الاخبار شنو العلوم اشوفك انت متزوج لا عندك ولد قال لهم والله بسبب التنقلات اللي كنت اتنقلهم من بلد الى بلد من مكان الى مكان فما قدرت اني اتزوج وهذا اللي صار المهم استقبلوا الاخوان الاثنين وكانوا وبتالي عمرهم وعلي كان اصغرهم المهم الجماعة على حافة القبر او كحلوا عيونهم قبل لا الله سبحانه وتعالى يتوفاهم بشوفة اخوهم هذا اللي صار له السنين غايب عنهم المهم بعد الاستقبالات والروحات والجيات ويا حي الله بعلي بعد ما هدية الامور شوي وبدأ علي يفكر اش ودك تساوي يا علي اش ودك تعمل قرر علي بيوم من الايام انه يبحث له عن قطعة ارض ويشتري هالارض هذه ويعمر عليها منزل لانه يعني ما ودي يظل عالة على اخوانه والله منعم عليه وخلال هالسنوات اللي مرت هذه جامع مبلغ من المال وعنده راتب تقاعدي شهري محوله على المغرب هذا كل شهر يحول راتبه على احد البنوك او احد المصارف والرجل ما عنده مشكلة بالنسبة للمادة وفعلا يشتري قطعة ارض وبدأ يبني عليها هالمنزل وخلال فترة بناء المنزل بدأ علي يبحث عن عروس لكن كانت العرائس اللي يذكرونها العلي بمجرد ما يسمع عن هالعرائس انه علي في بداية الستينيات والستينيات فيها ذاك الوقت لما احنا انسوله في سبعينيات القرن الماضي اللي عمره ستين واحد وستين سنوة خصوصا مثل علي هذا ما هو مخلي بلاد وما هو مخلي منطقة الا ما هو رايح عليها او شايف شوفات وقتل وحروب وقصف ودمار فالرجال كبران قبل اوانه يعني هو في سن الستين يبين عليه الرجال في السبعينيات لكن همته عالية ورجل ما هو سهل ويروح ويجي وصحته ممتاز جدا المهم يحاولون من هناك يدورون العلي على عروس وفي يوم من الايام يلقوا له بنت عمرها تقريبا بينها وبين علي خمسة وعشرين سنة يعني عمرها تقريبا في منتصف الثلاثينيات البنت هذه اسمها يمامة يمامة بنت على قدر لا يستهان فيه من الجمال او حاصل متزوجة سابقا ومطلقة وتعرفون في المجتمعات العربية وخصوصا سابقا المطلقة يحطون فيها ستين علة او هذه لو هزينة ما طلقها وهذه لو ما هي كذا الان في وقتنا الحاضر يعني اصبحت المطلقة اشواء شوي ومو بالضرورة دائما تكون العلة من المرأة ممكن العلة تكون من الرجل المهم ما لنبهى الحديث لقوله البنت هذه يمامة ولم سمعت يمامة انه الرجال هذا عنده افلوس وقاعد يبني منزل او على وشك الانتهاء من بناءها المنزل او اموره المادية مرتاحة ويعني رح تتهنى تالي حياتها او تعدت منتصف الثلاثينيات وصار حظها في الزواج ضعيف جدا او قبلت هذاك اليوم في الزواج من علي او تمت الخطبة على خير وحدد وموعد الزواج وتزوج علي من يمامة او عاش هو وياها اسعد ايام حياتهم كما يحصل في غالبيت الزيجات هذا علي بعد تعب هالسنين وبعد هالغربة لقى هالبنت يمامة ما شاء الله تبارك الله اسم على مسمى البنت ما شاء الله عليها راعيت بيت وتطبخ الطبخ الزين وعلي اختلفت حياته مية وثمانين درجة قال لك انا ضيعت سنين عمري بهالجيش وهالحارب وهال المهم الرجال عايش حياته بالطول وبالعرض فلوس واجده والخير واجد واللي سواه علي هذاك اليوم لما كان يبني المنزل بنى الطابق الارضي عبارة عن ثلاث اربع محلات للإيجار وبنى فوقهم المنزل المنزل اللي بناه علي موحا يلا منزل منزل ما شاء الله فيه من كل ما تشتهي العين ام جهزوا من احسن ما يكون ومدلل البنت هذه وهي مدللته اخر دلال وهذه يا مامة اهلها يعني مثل ما تقولون جماعة فقراء كنا فقراء لله عز وجل احوالهم على قد الحال والبنت انتشلها هذا علي من الاحوال المادية الصعبة اللي عايشتها عائلتها المهم جت على عز ورز صحيح الرجال كبير شوي بالنسبة لها لكن البنت رضيانا ومبسوطة هي وياه وعايشين حياتهم وعلي ويمامة يدعون الله سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار على انه يرزقهم ولد ولا بنوته تساعدهم في كبرتهم ولد يحمل اسم علي المهم تروح الايام وتجي الايام الاحوال المادية كذلك بدت تتحسن شوي لانه علي اجر المحلات اللي عنده تحت واحد محل البسة والثاني بقالة او دكان والثالث محل جارة المهم الامور صارت عال العال وعنده الراتب اللي يجي من فرنسا والفلوس اللي جابها معاه من فرنسا اول ما جاء ما اصرفها كله ياتها على المنزل وعلى الارض ظل عنده تالي فلوس والجماعة عايشين بنعمة من الله عز وجل وهذا علي كذلك كان صاحب خير ويساعد الفقراء والمحتاجين بالاضافة الى انه عنده ابناء اخوانه الاثنين اخوانه هذول عندهم ابناء وبنات لكن كل واحد عنده ولد وحيد البنات متزوجات والابناء هذولك كل من عايش عند ابوه لكن احوالهم المادية تعبانة وهذا علي ما قصر معاهم ابدا اول ما يساعد ويحن على ولاد اخوانه وشايف فيهم يعني شباب توهم ومفتحين عيونهم على هالدنيا خمسطعش الى ستطعش سنة يساعدهم ويعطيهم الخرجية لا بل يجيبهم لعنده ياكل هو وياهم ويشرب هو وياهم وشايفهم مثل ولاده ومدللهم اخر دلال المهم بعد فترة منزما وتجي يمامه على علي قالت يا علي ابشرك انا حامل ويقوم علي هذاك اليوم ويجيب الذبيح ويذبح ويوزع اللحم على الفقراء والمساكين ويتصدق وكان مبسوط هذاك اليوم بحمل يمامه مرت الايام جابت يمامه ولد وبعد فترة منزما كذلك اقل من سنة وتحمل كذلك يمامه وتجيب بنوته وبعد حوالي سنتين زمان وتجيب لها ولد ثاني علي هذا نسى الدنيا كلياتها لما شاف عنده صار ولاد اثنين وبنوته والامور عال العال وهالعائلة ما عندها اي شيء يعكر صفوها الحياة الرجال نسى تعب السنين وهالحروب اللي مر فيها لما صار يشوف ابناءه اللي طالع واللي فايت واللي رايح واللي جاي صاروا يكبرون حطهم في المدارس لكن بعد مرور فترة منزما علي هذا صار تقريبا في بداية السبعينيات وبدأ عليه التقدم في السن والتعب اللي كان يتعب قبل بدأ يبين عليه الرجال معده قادر يعني مثل ما تقولون مثل قبل يطلع ويروح ويجي على كيفه بدأت الامراض شوي الضغط الروماتزم بعض الالام اللي تيجي على الانسان في تالي عمره المهم البنت هذه يا ماما كانت بنت فطينة وذكية جدا والرجل عنده ثقة فيها وكانت هي بيت السر عنده أو بيت المال بدأت يا ماما مع مرور الأيام تستلم زمام الأمور في العائلة وصارت هي مثل ما تقولونه الكل بالكل يا ماما ودنا كذا يا ماما شوفي صاحب المحل المستأجرين عندهم اتحصل منهم الأجارات والبنت ماشى الله تبارك الله ما عندها الزعيها بنت ماشى على الصراط المستقيم وهذا الرجال حاط كل الثقة فيها الفلوس المردود اللي يجي حتى الراتب اللي يجيه من فرنسا سواله وكالة فيه هي تروح تقبض هذا الراتب يعني المرة تحملت أعباء الزيادة عن اللزوم لكن كانت قد الحمل يعني عندها ثلاث أبناء هذول الحال هم يكفون البنت من جهها والأبناء الاثنين من جهها ومدارس وطبخ وروحها وجيه يعني أمر ماه سهل أبدا ومو كل امرأة تقدر تستلم زمام أمور العائلة وتديرها بشكل الصحيح المهم البنت هذه كانت قد الحمل وزيادة ومضبط الأمور على الـ 24 دائرة بالها على أبنائها وبنتهم وربيتهم أحسن تربية وكذلك لا ننسى دلالها الهذا علي وتحاول تنسي هالأيام اللي مر فيها بين الحروب والسفرات والروحات والجيات المهم تروح الأيام وتجي الأيام وتمر السنين إلى عام 1985 فيها ذاك الوقت الولد الكبير عند علي كان عمره 14 سنة والبنوته تقريبا 12 والولد الصغير يعني تقريبا بالعشر سنوات واللي فيه المدرسة الثلاثة فيه المدرسة وما عندهم قطعة من الشيطان وبالعادة الأبناء يروحون على المدرسة فيه الصباح وتالي النهار يطلعون يلعبون بهالشارع والوقت أيامها كان ربيع والأجواء جميلة جدا تلاقي هالولاد من أول ما يجون على البيت يا دوب يأكلوا لهم لقمة ويطلعون يلعبون بهالشارع على أطراف الحي اللي ساكنين فيه الورود الأزهار الأجواء الجميلة والأم تقضي حاجات المنزل ما عندها شغلة برا البيت شغلها داخل المنزل فيه يوم من الأيام سكانها الحارة وسكان الحي افقدوا الأبناء الثلاثة أبناء الحاج علي أول يوم قالوا لك يمكن رايحين زايرين يعني فيه بالعادة علي وزوجته وأبناءه يطلعون على المناطق السياحية يطلع الرجال يرفه هالعائلة يعيش بعض اللحظات والأيام الجميلة مر أول يوم ما حدا شاف الأبناء اليوم الثاني كذلك ما حدا شافهم بالعادة ينزلون يلعبون بالشارع مع أصدقائهم اليوم الثالث كذلك ما حدا شافهم فيه اليوم الرابع الجيران بدأوا يشتمون بعض الروائح الروائح اللي ما هي مضبوطة يدورون في بعض الأماكن الضيقة على حيوان أجلكم الله يكون ميت ولا قطة ميتة ولا كلب لكن ما أثروا على أي شيء والروائح هذه بدأت تزود طبعا الناس والجيران محبين علي ويمامه يحاولون يتصلون على تلفون المنزل ما حدا يجاوب على التلفون وغيابهم ما هو طبيعي المهم واحد من الجيران ويقوم يروح يبلغ رجال الأمن قالهم يا جماعة العائلة هذه صار لها ثلاثة أربعة أيام مختفي وصراحة احنا قاعدين نشتم رائحة ما هي مضبوطة وعلى الأغلب إنها قاعدة تطلع من منزل الحاجة علي رجال الأمن ما تشذبوا خبر جاوبوا بشرة على المكان يدقون الباب ما حدا يجاوب اضطر رجال الأمن إلى أنهم يخلعون باب المنزل لأنه كانت الرائحة طالعة من الفتحة اللي أسفل الباب رائحة كريهة جدا المهم لما اخلعوا الباب ودخلوا داخل الشقة ولا هالمناظر اللي تشيب الرضعان أول ما شافوا يمامة يمامة في درج صاير داخلي داخل المنزل يطلع على السطح الدرج هذا كله دم ويمامة متسطحة على الدرج وجهثتها شبه من تفخة وفي بداية التحلل والتفسخ والمرأة مبين عنها من النظر الأولى مذبوحة من الوريد إلى الوريد أو يجون على غرفة النوم أو يلقون كذلك الحاج علي مذبوحة على سريره من الوريد إلى الوريد جوا على غرف النوم تبع الأطفال لقوهم الثلاثة مذبحين كذلك من الوريد إلى الوريد وقامت الدنيا وما قعدت هذاك اليوم وينتشر الخبر ويا بنت قولي لما عائلة الحاج علي مذبوحة كلها من الكبير إلى الصغير بدأ رجال الأمن يحققون فيها الجريمة أو هالمجزرة المأساوية هذه اللي حصلت مع عائلة الحاج علي وطبعا كالعادة حضرت الأدلة الجنائية أو البحث الجنائي والطب الشرعي وبدوا يدفع حصون مسرح الجريمة شنو سبب القتل هذا سبب ارتكابها الجريمة الفضيعة تبين أنه البيت بشكل مبدئي ما في سرقة لكن من خلال استجواب بعض الجارات ولما شافوا المرأة مقتولة وما بإيديها ذهب عندها أساور ذهب قالوا معناته عملية القتل هذه بقصد السرقة لكن بنفس الوقت يعني تبادر إلى أذهان رجال الأمن والمحققين يعني السارق هذا ليش مثلا ما قتل الأب ليش ما قتل الأم لحالها ليش قتل العائلة كلها طيب هلأطفال شنو ظنبهم هذول ينقتلون قالوا لك يعني الله أعلم شنو اللي حاصلوا بدأ رجال الأمن يحققون فيها القضية الغامضة منه اللي ارتكب المجزرة هذه بحق عائلة الحاج علي بها الطريقة الفضيعة هذه المهم من خلال التحقيقات الأولية اللي أجراها رجال الأمن أو استجواب الجيران بدأوا من الأقرب فالأقرب اتجهوا في البداية إلى عائلة علي أو أقرباء علي اللي هم أخوانه الأثنين وبدأوا يسألون عنهم من هناك تبين لي رجال الأمن أنه الرجل هذا كان يعامل أخوانه وأبناء أخوانه أحسن معاملة والنصيب الأكبر من هالمعاملة الحسنة هذه كان من نصيب أبناء أخوانه الأثنين بالتحديد لأنه كان يشوف فيهم أبناء وقبل الله سبحانه وتعالى يرزقوا بالأبناء أو كان يحن عليهم ويتودد لهم ومن خلال التحقيقات تبين أنه الأبناء العم هذول الأثنين إسماعيل وعبد الله كل يوم تقريبا يجون يسهرون عند عمهم الحاجة علي والرجال ما يقصر معاهم يشوف اللي مقصر بالفلوس اللي بحاجة الشي اللي بنفسه أكله اللي بنفسه لبسه الرجال ما يقصر معاهم أبدا بالإضافة إلى أنه ما في أي مشاكل تذكر بين علي وبين أبناء أخوانه أبناء أخوانه هذولة إسماعيل يشتغل فيه البناء وأيام يشتغل أيام ما يشتغل يعني أحواله المادية تعبانة أبوه متوفي قبل عدة سنوات ومستأجر عند إمرأة عجوز ما خذ له غرفة في بيت قديم والرجال بحاله أما بالنسبة إلى عبد الله عبد الله هذا يقولوله عبد الله الفقية يعني متفقه شوي في الدين أو ملتزم دينيا والرجال بحاله وسمعت هالشباب الأثنين في الحارة مثل المسك شباب ما عندهم مشاكل لهم من أصحاب السوابق وهم أو عمهم مثل السمنة على العسل وأعمارهم تقريبا تتراوح بين الخمسة وعشرين والسبعة وعشرين سنة غير متزوجين لكن الأمر فيه جريمة قتل والسمعة الحصنة هذه لا تعفيهم من التحقيق والاستجواب جابوا عبد الله هذاك اليوم ها يا عبد الله عبد الله متأثر جدا بوفاة عمه الله يرحمه ويبكي ووضعه سيء قالوا يا عبد الله الآن ودك تتركنا العواطف هذه على جنب وودك يعني تعطينا أجوبة على أسئلتنا خير يا جماعة شون الموضوع قالوا يا عبد الله هذاك اليوم قبل أربع إلى خمسة أيام وبتحديدا يوم اللي انقتلت فيه عائلة عمك علي انت وين كنت؟ قال لهم والله الصراحة أنا كنت معزوم على زردة والزردة باللهجة المغربية هي عبارة عن طقص سنوي أو عادة سنوية يسوونها العديد من العشائر والقبائل المغاربية يذبحون فيها الذبايح وينصبون فيها الخيام ويحطونها الموائد ويسوون فيها بعض العروض مثل خيالي يركبون على الخير المهم قال كنت أنا معزوم على زردة هذاك اليوم وأنا صراحة ما كنت موجود قالوا شنو اللي يثبت هذا يا عبد الله قالوا تقدرون تسألون أصدقائي واللي كنت حاضر معاهم يقدرون يعطونكم الجواب الشافي أو فعلا جابوا الأشخاص اللي يقولوا عنهم عبد الله وعبد الله أنبين عنه شاب ورع وتقي وسمعته مثل المسيكس إسألوا عنه من هنا من هناك فعلا تبين أنه عبد الله ما له أي علاقة تذكر فيها الجريمة لا من بعيد ولا من قريب وبعد ما استجوبوا تأكدوا أنه فعلا كان حاضر فيها الزردة أطلقوا صراحه وكان في وضع مأساوي جدا حزين على عمه على عائلة عمه هذه اللي مقتولة بطريقة بشع جدا جابوا إسماعيل هيا إسماعيل خير يا جماعة شنو الموضوع ليش جايبيني قالوا سؤال وجواب يوم الفلاني اللي هو قبل أربع خمسة أيام وين كنت قالهم والله يا جماعة هذاك اليوم أنا صراحة كنت أعمل وكنت تعبان وجيت على هالغرفة اللي مستأجرها عند العجوز والعجوز هذه اللي مستأجر عندها اللي يدخل على البيت بعد الساعة سبعة ثمانية المرة هذي عندها مفتاح البيت حطته بحلقها وتقفل الباب وأنا مستأجر لي غرفة عندها أنا وثلاثة أربع شباب كل من مستأجر غرفة وهذاك اليوم حطيت راسي ونمت وما قعدت إلى الصباح وفي صباح اليوم الثاني روحت تابعة عملي وتقدرون تتأكدون من العجوز هذه وتسألونها هذي كل يوم تقفل الباب وممنوع حدا يطلع فعلا راحوا على العجوز هذه السلام عليكم وعليكم السلام قالوا لها هذا إسماعيل هذاك اليوم قبل خمسة أيام هل صحيح أنه دخل البيت وما طلع بالليل ما راح ما جه قالت أبدا أصلا أنا ما عندي واحد طالع وواحد فايت ومنها سوالف وأعرف بسوالف الشباب وطلعاتهم وفوتاتهم أنا ما عندي منها الأمور هذاك اليوم فعلا إسماعيل هذا جاء على الساعة ستة ونص المغرب وقفلت الباب وأنا أصلا نومي خفيف لو إسماعيل محاول أنه يطلع ما يقدر يطلع إلا من خلال فتح الباب والمفتاح هذا هو بحلقي حاطته بعبي وأنا أصلا أحس على دبيب النمل وبعدين أنا منبهى على الشباب اللي يفوت بعد الساعة السبعة ثمانية ممنوع يطلع اللي يوده شغلة يجيبها قبل لا يطلع وأنا أحط راسي وأنام وما أفتح الباب لصباح اليوم الثاني فعلا تبين لرجال الأمن المرأة هذه يعني ما لها صالح وشهدت قالت الشهادة لله يعني هذا الولد إسماعيل لا طلع ولا راح ولا جه تبين لرجال الأمن أنه أبناء أخوه ما لهم أي علاقة فيها الجريمة لكن بدت تطلع بعض الإشاعات والسوالف من المجتمع تعرفون لما تصير جريمة تصير حادثة الناس تصير تسولف اللي يصير يألف ورجال الأمن يستجوبون القريب والبعيد طلعت بعض الإشاعات قالوا ممكن أنه هذه يمامة كانت على علاقة بالمستأجر عندهم صاحب محل الألبسة ويمكن حصل خلاف بينه وبينها ما تدرون شنو اللي صار جابوا الرجال هذا صاحب محل الألبسة تبين الرجال ما لهم أي علاقة لا غرامية مجرد علاقة يعني علاقة عمل مستأجر مع مؤجر المرات تجي كل راس شهر لما تشتري لها بعض الملابس أحيانا تشتري من الملابس الموجودة عند هذا الرجال وتبين أنه الرجل هذا ما له أي علاقة بهالجريمة لا من بعيد ولا من قريب جابوا أصحاب المحلات إنها صارت تسولف قالوا والله هذا ممكن عشيق واللي دعم هالرواية هذه عائلة علي أو بالأحرى إسماعيل وعبد الله قالوا بما أنه هذه يمامة يعني فيه فرق بالسن بينها وبين عمنا الله يرحمه فالبنت يمكن يكون كان عندها عشيق يكون عندها واحد رايدته أو عشاق اختلفت هي وياهم وهم اللي انتقموا منها ومن عائلتها كذلك باستجواب والتحقيق مع عائلة يمامة قالوا يا عمي السوالة فهذه ما هي صحيحة لأنه يمامة جابوا لا تتزوج علي علي كان يصرف على أبناء إخوانه والمرأة بسبب تقدم زوجها في السن استلمت الأمور هي وهي صارت تحل وتربط وهذولا أصلا من الأساس ما يشتهونها ولا يطيقونها أبدا اللي هما عائلة علي قالوا هاي المرأة ادخلت على عمنا يعني من باب الطمع بالمال وخذته على فلوسه وأكيد هما المصلحة في القتل المهم فاتت الأمور بعوها وتعال حلها إذا تنحل عشيق اليمامة ما فيه الأخوان هذولا أبناء العم كل من أثبت وجوده هذاك اليوم وعندهم الشهود وصل رجال الأمن إلى طريق مزدود ويجبون هذاك اليوم أحد المحققين المحنكين والأذكية أمثال المحقق كريم والمحقق بهاء الدين جابوا هالمحقق وقالوا يا عمي وصلنا إلى طريق مزدود وودنا حل لها القضية علشان دم هالعائلة هذه ما يروح هذر المهم المحقق هذا لما استلم القضية وبدأ يسترجع الأضبير والاستجوابات ومن هناك وتخطر على باله وفكرة من خلال الاعترافات اللي قرأها في هالملف تبين أنه عملية المجزرة هاي اللي حصلت ما هو بس عملية سرقة القصة أكبر من موضوع سرقة لأنه لو موضوع سرقة فقط كان ذبح المرأة هذي اللي هي يمامه أو سرق الأساور اللي بيديها أو قتل الرجال أو يعني باقي محتويات المنزل ما فيها أي بعثرة وحتى المنزل ما فيه لا نافذة مكسورة لا باب مخلوع اللي داخل ذبح هالعائلة هذي يعرفهم وعلى صلة وثيقة معاهم المحقق هذا قالك القصة فيها قصة غل وبدأ يفكر ويحط سيناريوهات يحط السيناريوهات هذا ما يضبط هذا ما يضبط وبدأ يقلب الأمور على نار هادئة الآن إذا أنت اللي قاعد تسمع القصة اكتشفت منه القاتل أو القتل ممكن تكتب فيه التعليقات وبعدين تتابع القصة المحقق هذا صار يفكر قال لك بالنسبة للحاج علي هذا رحمة الله عليه هو وعائلته بما أنه الرجل مرتاح ماديا وفلوس ومحلات وراتب من فرنسا كذلك ما في عنده أي عدوات هو وقاربه أبناء أخوانه أهل زوجته والرجل ما عنده مشاكل أبدا منه اللي له مصلحة في اختفاء هالعائلة هذه يعني في حال اختفت عائلة علي من الوجود منه اللي راح يستفيد من المنزل الموجود اللي مجهز ومؤثث بأحسن ما يكون من الأثاث بالإضافة إلى المحلات الثلاثة أربعة في الطابق الأرضي بالإضافة إلى الفلوس اللي مجمعها علي على مدار هالسنين قالك بالنسبة لأهل يمامه أكيد يعني ما راح ينوبهم شيء من هالورث هذا ما في إلا أبناء أخوانه للحاج علي هم المستفيدين الأكبر بما أنه هم الورثين الشرعيين للحاج علي بعد وفاته وتقطر على بال هذا المحقق فكرة علشان يرجع يعيد التحقيق مع عبدالله وإسماعيل لكن تبين أنه عبدالله هذا التقي أو الفقيه عنده شهود ورايحين على الشهود وعلى مكان الزردة اللي كان حضرها وفعلا الرجل ما له أي علاقة فيها القضية قالك ما لي غير إسماعيل ويروح على البيت اللي ساكن فيه إسماعيل قالك خلينا نفتش البيت نشوف شنو الموضوع لعله وعسا نعثرنا على طرف خيط على أداة الجريمة المهم ويروحون على بيت العجوز هذه السلام عليكم وعليكم السلام وين غرفة إسماعيل قالت هذه غرفة إسماعيل دقوا الباب على إسماعيل طلعوا إسماعيل خير يا جماعة شنو الموضوع قالوا ما في شي بس مجرد سؤال وجواب فتشوا غرفة إسماعيل ما عثروا على أي شي الأمور طبيعية مية بالمية لا عثروا على أساور ذهب لا على السكين لا على شي والأمور على ما يرام ويطلع الضابط هذا يتفتل فيه أرجاءها المنزل يتفقد النوافذ من هنا من هناك ويشوف نافذة النافذة هذه يطلع منها الرجل لكنها مرتفعة شوي ويرجعون على العجوز أنت متأكدة يا حج أنه إسماعيل ما طلع هذاك اليوم قالت أبدا الشهادة لله الشاب فات هذاك اليوم ومتكسر وتعبان وصار له فترة ما هو طالع على الشغل وأبدا أصلا لو طالع أنا أقولت لكم أحس على دبيب النمل شلون ودوا يطلع وأنا ما أحس وفعلا بدأ لرجال الأمل أنه هالعجوز هذي بما أنها متقدمة في السن وتعرفون الواحد بعد ما يوصل إلى مرحلة من العمر يصير نومه خفيف وخصوصا الكبار في السن لكن الضابط هذا الذكي قرر أنه يختبر العجوز هذي هل هي صحيح مثل ما تقول نومه خفيف ولو طالع إسماعيل هذاك اليوم أو فاتح الباب وطالع أو من النافذة هذه ما كان حسة عليه المهم خلوا الدنيا لحد ما تصير الدنيا ليل ويقوم الضابط يرسل أحد العناصر الخفيفين اللطيفين اللي همتهم خفيفة وقال له وودك تروح لي على منزل العجوز هذي وتدخل على غرفتها بالتحديد وتجيب لي بعض الشغلات اللي عندها فيها الغرفة إن كان ثياب إن كان أي شيء وتطلع من المنزل بدون لا يحسون عليك وخلينا نشوف إذا نومها خفيف ولا ثقيل وفعلا يطلع هذا العنصر على النافذة ويدخل داخل الحوش ويجي على غرفة العجوز خذ من حواليها بعض الأغراض وكذلك رجع طلع من النافذة وراه على الضابط قال له هاي الأغراض والعجوز الله وكيلك ما هي دريانة عن الدنيا إذا فيه حدفات وطلع أصلا شخيرها واصل إلى آخر الحارة المهم في صباح اليوم الثاني ويستدعون العجوز هاي عجوز الأغراض هذي لمن العجوز لما شافت الأغراض ثيابها وبعض الشغلات سعون وشغلات عندها قالت هاي الأغراض لي شنو نجابها لعندكم قاله ومو على الأساس نومش خفيف وتحسين على دبيب النمل قالت ها والله ما أدري شلون دخلت وخاف سويت والسحر أرسلت وجن أرسلت قالوا لها لا أرسلنا الجن ولما يحزنون شخير شو واصل إلى آخر الحارة ومنتي دريانة عن شي عرف الضابط المحقق هذا أنه أنه السالفة فيها أنه وقد تكون العجوز هذه شريكة في الجريمة لإسماعيل قالوا لهم جيبوا إسماعيل ويلقون القبض على إسماعيل من أول وجديد اعترف يا إسماعيل وقر إسماعيل يقولهم يا جماعة عمي وأبناء عمي مستحيل أرتكب الجريمة هذه عمي إلي له أفضل علي من أول ما جاء من فرنسا الإثياب الأكل الفلوس الرجال ما هم قصر معانا وبعدين بعد ما كبرنا تقريبا في غالبية الأيام ما تحلالنا السهرة إلا ما نشوف وجه عمنا والرجال كان يعني يعني مقام الوالد مستحيل أنا أرتكب هالجريمة هذه قالوا ما في شي مستحيل يا إسماعيل اعترف أحسن لك أنت طلعت من النافذة والعجوز ما حصت عليك أو أنك متآمر أنت والعجوز افتحت لك الباب لذلك اعترف أحسن لك يحاولون مع إسماعيل منهين من هناك إسماعيل ما عنده السالف قالهم يا جماعة لا تبلوني بدم عائلة عمي المهم يحاولون منهين من هناك يا إسماعيل يطولك يقصرك وينتبه المحقق أنه هذا إسماعيل لابس سروالين أو بنطلونين فوق بعضهم قاله أشرح يا إسماعيل شنو أشرح قاله أشرح بنطلونك يا سيدي قاله أشرح شلح البنطلون ولا لابس تحت منه بنطلون أو سروال ثاني ويتبين أنه على هذا السروال فيه بقعة وظاهر أنها بقعة الدم على الأغلب شن البقعة هذه يا إسماعيل إسماعيل صار مثل الأخرص ولك يا إسماعيل سولف شنو البقعة هذه وليش لابس سروالين فوق بعضهم قالوا لهم أنا ما عد أسولف ولا كلمة إلا تجيبون ولد عمي الفقيه عبد الله يعني عندك سولف قال أي عندي سولف بس ماني مستعد أسولف ولا كلمة إلا يحضر الفقيه قالوا على طول راحوا جابوا الفقيه عبد الله الفقيه عبد الله أول ما دخل أو شاف ولد عمه إسماعيل قاعد عند رجال الأمن وضعوا ماه مضبوط قالهم يا جماعة شوفوا علي أنا رجال متقي الله عز وجل وما عندي منها السولف وأنا أخاف إني أرتكب أي خطأ يغضب وجه ربنا سبحانه وتعالى وما لعلاقة بأي جريمة لذلك يا جماعة أطلعوني منها السالفة قالوا أولو سولف هذه ما تنفعك يا عبد الله إسماعيل عنده سولف وما رضي سولف هالسولف إلا تكون حاضر إش عندك يا إسماعيل هات لنشوف بدأ ولو اثنين يبكون وانهاره وكل من ينظر على الثاني ولكن يا جماعة سولفونا شنو سويتها وبعمكم ليش قتلتوا شنو اللي صار هذاك اليوم ويبدأ إسماعيل بالاعتراف شنو اللي حصل هذاك اليوم اللي حصل بعد ما تزوج الحاج علي والله سبحانه وتعالى أرزقوا الأبناء والبنت وصارت أحواله ممتازة وبدأ الرجال شوي شوي يعني صار عنده مصاريف العائلته والأبناء صار يعني يلتفت للعائلة ومصاريفها والبنت يمامه بعد ما تقدم الرجال بالسن وصارت حرقته ثقيلة فالمرأة استلمت الزمام هالعائلة من الأمور المادية إلى آخره صاروا يفكرون هذول إسماعيل وعبد الله ويقعدون هذاك اليوم وقالوا يعني هالخيارات هذه اللي عند عامنا وخصوصا بعد ما تزوج صار يقصر شوي بالمصاريف اللي كان يعطين إياها والخيارات هذه بدل ما تروح اليمامه والأبناء اللي أنجبهم ليش ما تكون أن الخيارات هذه إحنا الوريثين الشرعيين والمفروض الفلوس هذه لو ما هو الحرباية هذه يمامه تزوجت عمنا كانت هالفلوس وهالخيارات هذه كلها الآن عندنا وبين دينا ونلعب فيها لعب المهم يقررون ولاد العم هذاك اليوم أنهم يتخلصون من عمهم ويحصلون على الفلوس والمحلات والبيت ويعيشون حياتهم قالوا لهم المحقق طيب ليش طيب أذبحوا عمكم صار وارتكبتوا جريمة يعني ليش قتلتوا يمامه والأطفال هذول اللي شنو ذنبهم قالوا ما يصير إذا قتلنا عمنا رح يضل يمامه وحتى إذا قتلنا يمام الأطفال هذول هم اللي رح يورثون الفلوس والبيت والمحلات فلذلك كان لابد من القضاء على العائلة بشكل كامل طيب شلون وشنو اللي صار قال هذاك اليوم بعد ما جيت ودخلت على البيت والعجوز قفلت الباب وبعد ما ناموا هالشباب والناس أطفأت الأنوار طلعت من غرفتي وطلعت من النافذة هذه اللي أطلع منها أنا عادة مو أول مرة أطلع منها وجيت على بيت عمي على أساس أني أسهر عنده ساعة زمان ودخلت وكنت مجهز الأمور دخلت على المطبخ جبت السكين أول ما ذبحت زوجة عمي يمامه بعدين قتلت عمي بعدين قتلت الأبناء الثلاثة لأجل ما يورثون الورث هذا ويصفي لي والولد عمي عبد الله وبعد ما تأكدت من مقتل العائلة بشكل كامل أخذت أساور الذهب والحلية اللي كانت لابستها زوجة عمي وصار على يدي بعض أثار الدماء ودخلت على الحمام فيه سطل أو دلو فيه ماء غسلت إيدي وفعلا عثر الرجال الأمن على هذا الوعاء اللي يقول عنه إسماعيل ويقول غسلت إيدي وطلعت وسكرت الباب وراي ولا كانو حاصل شيء ورجعت دخلت على بيت العجوز من النافذة لكن العجوز ما تدري أنها السالفة ولا لها أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب وهذا ولد عمي عبد الله يعرف بالسالفة ومخططين أنا وياه التخطيط هذا بالتفصيل وعلى أساس يعني بعد ما تصير التعزية وتصفى الأمور رح نكون أحنا كورثة شرعية رح نتقاسم هالأموال والمحلات هذه ونعيش حياتنا وتبين كذلك من خلال تحليل المادة اللي كانت موجودة على السروال اللي كان لابسه هذا إسماعيل تبين أنه هذه زمر الدم من إحدى الضحايا اللي قتلهم بناء على الاعترافات وبعد تمثيل الجريمة تم تقديم عبد الله وابن عمه إسماعيل إلى المحاكمة وبعد عدة جلسات وروحات وجيات وانتشر الخبر في الحي ويا بنت قولي لموجة عبد الله وإسماعيل إذ بحوا عمهم على شان الفلوس في عام 1986 في شهر أبريل تقريبا بعد سنة من ارتكابهم للجريمة تم الحكم على عبد الله وإسماعيل بالإعدام شنقا كانت هذه نهاية القصة القصة طبعا فيها الكثير من العبر اللي نستخلصها يعني فيه النهاية إسماعيل وعبد الله شنو كسبوا من هالحياة على أساس ودهم يعني يسيطرون على فلوس عمهم اللي ما لهم حق فيها ويحرمون الزوجة هذه من حياتها والأبناء الأطفال هذول اللي ما لهم ذنب قتلهم إسماعيل بدم بارد لأجل حفنة من الفلوس وفيه النهاية ما قدر يصرف ويتنعم بهالفلوس هذه اللي كان بخطط للسيطرة عليها هو ولا دعمه في النهاية أنتظر تعليقاتكم على هالقصة وعلى هالجريمة المروعة ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر